ذكرى السادس من تشرين التحرير التاريخ الذي هزى كيان المحتل الصهيوني ورسم ملامح أسطورة جيش بقي الإيمان بالوطن والحق طريقه نحو النصر تاريخ خاطب وجدان الأدباء وأنعشت معانيه أقلام الشعراء وضمن مساحتنا الصباحية رح نتحدث عن تشرين التحرير وصداف مجال الأدب والشعر والقصة مع ضيوفنا الأستاذ والأديب مالك سقور رئيس اتحاد الكتاب العرب والصحفي والشعر حسين عبد الكريم أهلا وسهلا فيكم يسعد أوقاتكم صباح الخير أهلا وسهلا فيكم صباح الخير وكل عام وانتوا بخير وانتوا بخير يا رب صباح البهاء الكريم والنصر الذي يؤسس للكرامي دائما يسعد صباحكم عن جديد أستاذ حسين دائما كل مرحلة وحقبة تاريخية الأدب بيكون له مكان كتير مهم فيه وبترافقه الأدب إن كان بالقصة إن كان بالشعر والرواية أو حتى أيضا بالإعلام والكتابة بترافقه بكل تفاصيله خلينا نحكي عن الحقبة التاريخية بحرب تشرين التحريرية خلينا نحكي عن الأدب يلي رافقه جدلية الحرب هذه تؤسس لمخيلي أكبر من الأدب أو لعلها هي أستاذة مخيلات الأدب وهذه أيضا الحرب تشرين ربما أسست لزمن استثنائي هو أب روحي وأب إنساني وأخلاقي لأزمني عديد كثيرة أخرى لأزمنة الأخلاق التي فيها معاني الكرام الكبيرة ومعاني الوطن أيضا الكبير ومعاني الرموز أيضا التي تستحق كل هذه التحيات وكل هذا البقاء الذي لا يشيخ ولا يهرم ولا يعرف أن يشيخ أو يهرم كل البقاءات تحتاج إلى حراس ونطار ما إلا هذه البقاءات التي يؤسسها زمن الانتصار أو زمن جدلية هذه الحرب العظيمة من أجل البقاء الكريم من أجل بقاء الكرامات العزيزي لأن بلا هذه الحرب يكون البقاء مهزوم يكون دائما هناك زمنان زمن هو للنهوض للحياة للكرامات العزيزي والوطن العزيز أيضا وزمن آخر هو أقل من هذا الزمن تشرين أسس لهذا الزمن زمن الذي فيه المعاني حتى الرمز الذي أبقى عليه تشرين في الأدب في الشعر في القصيدة في الإنسان أيضا هو رمز يرتبط بالخير يرتبط بحالة النهوض حالة التقدم والكرامات وأنا أتوقف هنا يعني طبعا الشعر كثير الذي ترك فيه تشرين ظلال عظيمي وترك فيه صورة أسس لمخيلي هي أستاذة كل المخيلات التالي أنا برأيه وبظن نحن الذين نعمل على الأحلام كثيرا ونتفائل بالأحلام ونوصف حالة السبيل إلى هذه الأحلام بظن أن تشرين اشتغل على شفاء الأحلام من هزيمتها واشتغل أيضا أنه هزم مخاوفنا اشتغل على هزيمة مخاوفنا نحن لو لا هذا التشرين وأيضا أسس للزمن العربي النبي الجدير بالبقاء والثقة والجدير بالتاريخ أيضا الذي هو الآن زمن مقاوم هذا الزمن هو من سلالة تشرين ذاك من سلالة ذاك الزمن وأنا أتوقف عند مقولي أو قصيدي بيتين ربما لصديقنا الشاعر الكبير جوزيف حرب هذا الشاعر كيف ربطه طبعا وصديقي الغالي والكبير الأستاذ مالك له علاقة بهذه الزاكرة كثيرا ربما كيف ربط مثلا المتنبه حين كتب شيئا إلى الانتصارات سيف الدولة الحمداني نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعلل كل ما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول فجوزيف حرب استعار هذا المعنى الزمن النظر الذي قاده سيف الدولة هذا الجد الذي أسس أيضا لزمن مقاوم نحن من في تشرين وتشرين أسس لأزمنة تناسلت من هذا الزمن فجوزيف حرب دمشق على غار وسيفين دورها أزور رجال الشمس لما أزورها أمير لها تشرين كل غمامة تلون قوسا كي يمر أميرها فتشرين كان هذا المعنى الكبير ونحن الآن في هذا المعرض الذي يضيء إلى مخيلة الحرب المخيل العظيم للانتصار والمخيل العظيم للمقاومة والمخيل العظيم أيضا لهذا الجندي الذي يملك كل هذه القناعات وكل هذه الشجاعة أيضا والجسارة والجبروت الهائل الجبروت الذي هو فوق الواقع نحن كم نعمل بالمخيل نرى هذه القناعات الذي في هذا الجندي الآن وفي تشرين أيضا نرى فيه قناعات أكبر من الحبر وأكبر من اللغة أيضا عقيدة راسية الجوات كم نشتغل في اللغة ونشتغل في المعاني نسافر في دهاليز المعاني إلى آخرها فنجد عند هذا الجندي لغة تعلم لغاتنا وتعلم لهجات تضيف لهجات إلى معنى الحروف إلى معنى الكبرياء والكرامة حتى الشاعر الكبير نديم محمد هذا الشاعر الذي كان يقبض بيده وبحلمه على السخر من كل ما هو خطأ حين كتب لرمز تشرين كتب ومضى حافظ وجها مشرقا وجبينا فيأته الكبرياء طبعا وسؤالا خلفه منفجرا أين يمضي يا لسخر الأغبياء أنه يسألون إلى أين يمضي هذا البطل وهو يعرف إلى أين يمضي يعرف إن أنها الغاية كرامة الشعب وكرامة الأرض حتى الجغرافيا حتى الجغرافيا تصبح لها معاني أكبر من الجغرافيا أكبر من الأرض تصبح يعني أنا كتبت في واحد من قصائدي منذ القديم أتعالق مع الأرض وفي لحظة الدماء الفداء السماء تتسمى بالشهادة الأبناء فبيظني أن هذه المعاني الكريمي والكبيري التي أسسها زمن تشرين هي معاني أكبر من اللغة من أجل اللغة وأكبر من الواقع من أجل الواقع لعلها ولعلنا نتذكر كوننا توقفنا عند الزمن زمن الانتصار والزمن الذي يؤسس للخير نجد مثلا في الحروب العدوانية نجد أن الحرب تؤسس للخراب لقتل الأطفال لهزيمة الروح المعنية استحنا هنا أصحاب الحق هنا تؤسس للحق تؤسس للعواطف الصحيحة تؤسس للأخلاقيات الكريمة ولهذا معنى الحرب رغم كل الشدة والمتاعب هي تملك معاني أخلاقي كبير تبقى على مر الزمن ولهذا يحق للشاعر الكبير طبعا وربطتنا به سنوات حب وحنين غفر الله لروح وقصائد الجواهر حين يقول عن الزمن قالوا دمشق وبغداد فقلتهما فجر على الغد من أمسيه من بثق يحاضن الفكر خلاقا كأن به من نسج زهر الربى موشية أنقى يحافظ العهد يطلع علويتين تناهبت حلبات الأزم استبقى هذا المفهوم المفهوم للزمن للزمن المقاومة طبعا دكتور مالك صديقنا الكريم هو على علاقة بهذه الجراح الشعري والإبداعي بشكل مباشر ربما سمحني بس نتقل للأستاذ مالك ونحكي شوي عن أدبيات تشرين ودور الشعر والأدف في توثيق ذاكرة للأجيال تحمل الانتصار وتعيده بصور شعرية وأدبية اسمحي لي بداية أن أحييكم وأحيي في هذا الوقت الكريم أبطال الجيش العربي السوري الآن أفرادا وضباطا وصف ضباط الجيش العربي السوري الذي كما قال الأستاذ هم أبناء وأحفاد أبطال تشرين أحيي هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم ورووا تراب سوريا الذي أصبح حنا أسمحي أن أقبل الأرض تحت نعالها أولئ الذين لو لاهم لم اجتمعنا في هذه الذكرى الكريمة الكبيرة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية التي لها معاني كبيرة معاني سياسية ومعاني عسكرية وهذه المعاني الكبيرة السياسية والعسكرية قبل أن أنتقل إلى حق الأدب فيها حرب تشرين علامة فارقة في تاريخ العربي الحديث علامة فارقة منذ حطين واليرموك وهذه الحرب التي ردت الكرامة أولا حررت الإرادة وحررت الأرض وجعلت رأس العربي ليس في سوريا فقط عاليا بأن هناك كان جيشا كما قيل الذين قالوا قبلي هناك جيش لا يقهر وهناك التحصينات منيعة فالجيش العربي السوري والمصري حطم التحصينات المنيعة المتينة ووصل إلى أرض الجولان الحبيب الذي سيسترد بإذن الله كما هو معروف في كل الحروب منذ قبل الميلاد وبعد الميلاد وحتى هذه التاريخ الأدب يأتي لاحقا لهذه الحرب في الحرب تشرين وأنا كنت في السنة الثالثة في الجامعة كانت العواطف لا أستطيع الآن أن أصف تلك اللحظة في الثانية بعد الظهر من النهار التي اندلعت فيه هذه الحرب العظيمة الذي كان يتوقع إليها العرب الشرفاء وخاصة الشعب السوري الذي عاش ست سنوات عجاف بعد هزيمة حزيران النكراء لذلك ان عكست منذ حرب طرواضة كانت الحروب تنعكس في الأدب شعرا وقصة ورواية ومسرحة لغريق ودماء في هزلها الآن ما يعنينا كيف انعكست حرب تشرين تحريرية طبعا يطول الحديث كثيرا لكن أقول في البداية كان الشعر أسبق لأن الشعر عاطفة جياشة وكما قال الأستاذ سينو قرأ أبيات جياشة ومنذ أمير سيف الدولة والإسقاط على القائد الكبير على القائد الراحل الذي فجرت تشرينين وهو كان قائد الجيش في حسين المرحلة القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد حتى آخر جندي فيه تنعكس الشعر مباشرة وهو استشهد بأبيات لنديم محمد والجواهري وجزيران أنا أقول فقط بيتا واحدا لسليمان العيسى عندما قال على أقدامنا سقط المحال وأوراقة الرجولة والرجال هذه أوراقة الرجولة والرجال في حرب تشرين حين استردت جندي العربي حرر الإرادة حرر الكرامة اختفى الخوف بداية الحرب بعد مباشرة دائما يقال في الأدب عندنا أن الأدب يطبخ على نار هادئة فينعكس الحرب والحدث المباشر ينعكس في الشعر وفي الصحافة وذلك مباشرة كان أنتم لم تشاهدوا ذلك ولكن أقول الآن بعد 46 عاما يفترض على الأجيال اللاحقة بعد عام 1973 أن نؤرخ لهذه الصفحة الناصعة في تاريخ سوريا وتاريخ العرب الحديث عندما كان الناس يخرجوا إلى السطوح ليروا كيف تتهاوى الطائرات الإسرائيلية وكيف يهلل الناس فرحين لا يخفون من المدافع ولا يخافون من القصف هذا أمر الأمر الثاني اختفت الأنانية والحساسية وكافة النعارات وفتح التجار دكاكينهم وكانوا يعطون تقريبا بجانا هذه سمة من سمات حرب تشرين التي بفضلها أصبح الروح تجلت الروح الوطنية في سوريا بأبهى أشكالها وفي كافة النعارات أول الروايات التي عكست حرب تشرين كانت رواية دمشق الجميلة للروائي والشاعر في آن أحمد يوسف داود أحمد يوسف داود يسير أبطاله في دمشق فجأة هناك شاب وهناك صبية وهناك جامعة وهناك عمل فجأة تقع الحرب في هذه دمشق الجميلة الرائعة كيف تعامل الناس مع الحرب كيف تعامل الطلاب كيف تعامل التجار كيف تعامل المحامون كانت هذه أول رواية الرواية الثانية التي انعكزت فيها حرب تشرين مباشرة هي رواية جراماتي لنبيل سليمان أيضا نبيل سليمان عكس الحرب من قرية جراماتي التي تقع في الجولان والذي سيحرر حتما وكيف كان الأهالي يتعاملون سواء بحرب الفداء مع العصابات الصهيونية الغادرة وكيف من صور من هرب من صمد من قاوم من صبر الرواية الثالثة وهي رواية مهمة للرواي الكبير حنمينة هي رواية المرصد يعرف الذين عاشروا وعرفوا حرب تشرين عن كثاب أن المرصد جرت حوله على جبل الشيخ جرت معارك طاحنة ضارية الشرسة بالسلاح الأبيض فالراحل حنمينة وصف هذه بدقائق الأمور حول الجنون والذين استشهدوا والذين صبروا وكيف حرر الجندي السوري مرصد جبل الشيخ وكيف رفع العلم السوري روايات أخرى مثلا رواية أيضا هامة للراحل عبدالسلام العجيلي هي أزاهير تشرين المدمات أزاهير تشرين المدمات رواية تقع في سجل الرواية التوسيقية التسجيلية تجري أحداثها في مشفى هذا المشفى يضم الأطباء والممرضات وهناك الجرحى المصابون الذين وقعوا في الحرب هناك يستشهد في كيف جرت المعارك الحربية البحرية ضابط بحري مصاب في الغرفة الثانية أحد أفراد المشات ضابط مدفعية يصف عبدالسلام العجيلي أصناف الأسلحة التي شاركت في حرب تشرين بعد رواية أخرى أذكرها سريعا هي رواية صخرة الجولان لعلي عبدالعورسان يعني العديد من الروايات وكل واحدة يمكن إلى معانيها وعم تحكي عم تعقص واقع منطرف معين من الأحداث التي صارت بهذاك التاريخ لا لو هي قيمة كل رواية قيمة اللي ذكرها مثلا المرصب حنمين كان قريبا من هذا الجرح هو كتب جرحه مثلا الراحل اللي الله يرحمه عبدالسلام العجيلي كتب عن المشفى لأنه طبيب وقد عالج الكثير من هؤلاء الجنود الجرحى كل كاتب أبدع في الجرح الذي يلامسه من هذه التشرين العظيمة طبعا جراح تشرين هي جراح ليست للرعب بقدر ما هي للحياة والشفاء ولهذا لخصها كما ذكر صديقي عبدالسلام العجيلي كتب بجرأة عن الجرح لأنه كان طبيب حنمين كتب عن المرصد لأنه كان قريب معنا حنمين هو قال كثيرا أنا كتبت عن اللازقية والبحر الرواية الوحيدة التي خرج بها حنمين عن أقانيم روحه والحبره هي المرصد المرصد نعم يعني وجودكم معنا اليوم هو أطفى لمسة أدبية وثقافية خاصة ودائما الشعر والأداب هم حامل الشعوب مثل ما بنقول في البدء كانت الكلمة وتبقى الكلمة شكرا لوجودكم معنا وكل عام وأنتم بخير أصد الله كل عام وأنتم بخير والنصر القادم إن شاء الله نلقاكم بكم بخير إن شاء الله يا رب شكرا كتير شكرا لكم